اقتصادياً سجلت فتورة الواردات انخفاضاً في سنة 2019 ب501 مليون دولار مقارنة بسنة 2018 حسب ما أوضحته الأرقام الإحصائية لمدرية الدراسات والاستشراف بالجمارك مزيد من التفاصيل نتابعها في تقرير شهر زيد وليد عزوث بلغت فتورة الواردات في 2019 حوالي 8.07 مليار دولار مقابل 8.57 مليار دولار في 2018 أي انخفاض بأكثر من 501 مليون دولار حسب ما أوضحته الأرقام الإحصائية لمدرية الدراسات والاستشراف بالجمارك وحسب ذات المصدر الانخفاض رجع بشكل نساسي إلى تراجع واردات الحبوب والحليب منتجة الحليب والسكر والخضار حيث سجلت الحبوب والسميد والدقيقة التي تمثل 33.5 من حجم الواردات ما قيمته 2.71 مليار دولار مقابل 3.06 في سنة 2018 مسجلتان انخفاضا بـ 358.6 مليون دولار وعرفت واردات منتجة الحليب انخفاضا إلى 1.24 مليار دولار مقابل 1.40 مليار دولار مسجلتان تراجعا بحوالي 155.2 مليون دولار وأوضح الذات الإحصائيات أن فاتورة استيراد السكر والسكاكر قد تراجعت يالأخرى لتسجل 726.61 مليون دولار مقابل 815.65 مليون دولار متراجعة بـ 89.4 مليون دولار اعتماد الجزائر على الواردات وإن انخفض تبقى تأكل ما لا تنتج حسب الارقام الرسمية ترجمة نانسي قنقر